عاجل جدا مصر تهدد اثيوبيا لن نسمح بتشغيل السد وبلاغ عاجل ضد فنان مصري بسبب سد النهضة وزعيم كوريا الشبالية يعلن حالة التأهب قصوى للجيش وخضر مؤسف عن الفنانة دلالة عبدالعزيز ننشر لحضرككم التفاصيل صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجلكم مهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديو هاتنا اول باول عاوزين نوصل الفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ في تفاصيل او الخبر معنا وعاجل جدا مصر تهدد اثيوبيا لنسمح بتشغيل السد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي اكد ان مصر والسودان لن تقبل بالفعل الاحادي الملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي عبدالعاطي اشار الى الاضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي حيث تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية اعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الاثيوبي بتنفيذ الملء الاول دون التنصيق مع دولتين المصب ثم اطلاق الجانب الاثيوبي كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي دون ابلاغ دولتين المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والرأي المصري ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان وهاجر منصف مدير وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة وممثلي المبادرة الافريقية النيل من اجل السلام ومنظمة ماعت هي عضو مؤسس في المبادرة الافريقية النيل من اجل السلام التي تم تدشنها في العاصمة الاغندية كمبالا في شهر ابريل الماضي وصدر عنها وثيقة تدعو للوصول الاتفاق قانون ملزم بين مصر والسودان واثيوبيا فيما يخص السد الاثيوبي يراعي مصالح الدول الثلاثة مع التأكيد على حق كل دولة في تحقيق التنمية لشعوبها بدون التأثير على مصالح الشعوب الاخرى المصدر معنا كان من بوابة الاهرام هنا نجد ان الدكتور محمد عبد العاطي بيقول ان احنا لن نسمح بان تقوم اثيوبيا بالفعل الاحادي الملء وتشغيل سد الناظة الاثيوبي في الملء الثاني واترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي ننتقل لخبر اخر معنا وبلاغ عاجل ضد فنان مصري بسبب سد النهضة تقدم المحام المصري سمير صبري ببلاغ عاجل النائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد الفنان ايمان البحر درويش حيث اتهمه فيه بالتحريض على الفوضى واثارة البلبلة والرأي العام قال صبري في بلاغه ان ايمان البحر درويش هاجم على صفحته الشخصية تعامل الدولة مع ازمة صد النهضة الاثيوبي معتبرا ان ما جاء بالمنشور الذي دونه عبارات تثير الفوضى بالبلاد المطرب ايمان البحر درويش اثار عاصفة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي بعد منشور تناول رأيه في قضية سد النهضة ضاعيا الى استخدام القوى العسكرية الحصم الملف استعان ايمان البحر درويش بكلمات وتعبيرات حادة للتعبير عن رأيه في ملف سد النهضة وهو ما جلب عليه انتقادات وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاعلاميين كتب الاعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز عبر احسابه على الفيسبوك ايه مشكلة ايمان البحر درويش من زمان على فكرة وايمان البحر درويش فقط صلاحياته الفنية ومن زمان كمان فقط صلاحياته العقلية واضاف ومن زمان برضو بيحاول يدور على اي طريقة يفضل بيها تحت الاضواء وتقريبا لما بقى مفيش فايدة من الهجوم على زملائهم من الفنانين قال يبقى خلاص نهاجم الريس والجيش وواصل ايمان البحر درويش كتابك كلام فارغ زي دماغه عن موضوع سد النهضة ولو قلت لي اننا بنروج لكلامه وبنخلي الناس تقراه هقولك مفيش مشكلة يا ريت الناس تقرى كلامه عشان يتأكدوا انه عايش بره الزمن واخلال برنامجه بالورقة والألم انتقد الاعلامي نشأ دديه تصريحات ايمان البحر درويش وقال ايمان البحر درويش عملي يتكلم على تحلية مياه البحر وبيسخر وهو راجل فنان مطرب عظيم او مش عظيم معرفش تقييم الناس المصدر معنا كام من وسائل اعلام مصرية واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر اخر معنا وزعيم كوريا الشمالية يعلن حالة التأهب القصوى للجيش طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون بضرورة اتخاذ حالة التأهب القصوى ضد الوضع سريع التغيير في شبه الجزيرة كورية مشددا على انه يتعين على الجيش الشعبي ان ينفس سياسات الحزب المتعلقة ببناء الجيش دون ضر من الانحراف وان يظل في حالة تأهب قصوى للوفاء بمهماته في الدفاع بحزم عن سيادة امن البلاد جاء ذلك خلال ترقص كيم اجتماع اللجنة العسكرية المركزية الحزب العمال الحاكم والذي تم خلاله مناقشة المهام اللازمة لتحقيق منعاطف جديد في العمل الشامل للدفاع الوطني بالاضافة الى تحليل الوضع القائم لعمل الجيش الشعبي وتحديد المهام الاستراتيجية التي يجب التمسك بها دائما وسبل تطوير قوات المسلحة الثورية وترقص كيم الاجتماع قبل الجلسة الكاملة للجنة المركزية لحزب العمال التي قالت كوريا الشمالية انها ستنعقد في اواء اليونيو بالمطاقة عن تكشف كوريا الشمالية عن توجهاتها السياسية بشأن امريكا وكوريا الجنوبية بعد استكمال امريكا لمراجعة سياساتها بشأن كوريا الشمالية مؤخرا المصدر معانا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتهي لخبر اخر وخبر مؤسف عن الفنانة دلال عبدالعزيز واعلن الاعلامي المصري رامي رضوان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز نشر رامي تدوين عبر تويتر قائلا فيها وردتني الاف الرسائل من محبي حماة الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز يودون الاتمئنان عليها لا تزال الأمور غير مستقرة ودعاء حضركم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها والكل مريب بالشفاء العاجل أوضح مصدر مقرب من العائلة أنها لا زالت في العناية المركزة حتى اللحظة وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء لكنها تخطت مرحلة الخطر كما كشف المصدر عن أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر والذي من الممكن أن يتسبب في دخولها إلى حالة حرجة وذكر المصدر أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز حتى لا تعلم بالأمر وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم المصدر معنا كان من RT وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ربنا رب يشفيها ويقومها لنا بالسلام إن شاء الله جينا لنهاية ناشرة الأخبار كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحياتكم مصري ميديا اي اي بي على الفيسبوك وعلي تيوب بنفس الاسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته